وكان رئيس السيسي قد شهد الندوة التصقيفية الخامسة والثلاثين بمناسبة احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وتأتي الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والتي توافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 اشتركوا في القناة